صلقت فعالية سوق البسطة في نسختها الخامسة من موقعها المخصص بحلبة البحرين الدولية وتستمر فعالية السوق حتى فبراير من العام المقبل ويفتح أبوابه أمام الجمهور يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع يشار إلى أن سوق البسطة لهذا العام ينظم من قبل المحافظة الجنوبية بالشراكة مع تمكين وبدعم من مؤسسات القطاع العام والخاص أصداء وأجواء ملأت أرجاء هذا المكان بعبارات اكتمل بريقها وبانى وهجها التي لطالما تصدرت محيط كل بقعة بفرجان المملكة منذ سنوات طوال فعوادنا هذا الزمان زمن الأجداد ليحالفه القدر أن يحيا من جديد سوق البسطة الخامس صورة منمقة تشهد مجموعة من الفعاليات الشعبية التي تناولت المورثات البحرينية الأصيلة أنا مشاركي هنا طبعا دور السقاي السقاي هذه اللي يروي الماء غديما يعني من التراث البحرين وهذه الشيء نحن نحاول نحافظ على التراث البحريني روي الناس والسياح اليهين رويهم شدون كان الماء يوصل حق الناس ليل البيوت يعني ما كان بسهولة مثل الحين يشارك في سوق البسطة عددهم من المحلات والباعة من مختلف الشرائح التي تمثل المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب المشاريع البسيطة والأسر المنتجة من ذوي الدخل المحدود من مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى الألعاب الشعبية التي رسخت في الذاكرة البحرينية وأصبحت متوارثة جيلا بعد جيل نشاركين هنا في معرض البسطة ودائما نحرص أن نشارك في الفعاليات في البحرين مثل المعارض، مثل الفعاليات الموجودة التي تصير في البحرين في الفعاليات البحرين فنرويهم الشغل يادنا نرويهم الأسوسيات المعطلية التي نتعب عليها ونشتغل بها ونسويها بيادنا عبروحنا نفعلها فطبعا عندي هنا عندي أكسسوارات حق الليلة الحنة وعندي حق الجلوة وعندنا المرتعشة وعندنا المعارة وعندنا المحزم حق العروس وحق الليلة الحنة يعني أشك المشموم يعني منزمون يعني دائماً هلون ألحدنا دوني والله شاي من عارض والله دي يعني أشكه والمشموم معاي من أبائنا وأجدودنا الأول لديهم في الاشتاء القيض يطيبون بالمنازل يبحرون بالدين متع الله حكتوا عليه الخنة ورششوا وحطوا في المنزل في البيت في الحوش ما شاء الله يصريحتش خنها يعني المشموم الراجي ولدي العصر بعد النسوان متع الله شكت اليوسمين وقعت لك بالثوق والراضي في راسي إقامة سوق البسطة يهدف إلى التمكين من الدخول لسوق العمل بكل أريحية وتسهيل الاتصال بين المنتجين والمستهلكين والمجتمع وتثقيف المستهلكين حول استدامة المنتجات المعاد تدويرها والكلفة الحقيقية للبضائع المستوردة حيث تم توفير منصة لبيع المنتجات المعاد تدويرها أو صديقة للبيئة العضوية من سوق البسطة تحديداً ومن هذا المكان كان لنا موعد من التشويق والترفيه الذي جمع بين أركانه مختلف الأجوال العائلية والشعبية التي تعبر عن الهوية البحرينية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين